موسيقى حياكم والله ومشاهدنا من يديد مرحبا بكم في صباح الشارقة فقيراتنا متنوعة وصلنا لفقرة التراث قدوم موسم الصيف أو القيب في الإمارات بموسم الرطب الذي يحييه الإماراتيون من كل الفئات العمرية اختص الله الرطب بفضاء كثيرة حيث أنها مصدر خير وبركة وأشارت الآيات القرآنية إلى من الرطب من منزلة عالية نتعرف مشاهدين حول هذا الموضوع أكثر مع الوالدة مريم سعيد سالم مسؤولة قسم الأنشطة التراثية بجمعية شمل للفنون والتراث في راس الخيمة صباحة خير وحياة الله صباح شاء الله بالنور والسرور وحياكم الله بوجودكم الله يخليكم يا مرحب الساعة يا مرحب آبت مرحبتين أمان ما شاء الله أنواع كثيرة من الرطاب نشوفها إذا بنتكلم عن التمور في فقرة التراث اليوم بنتكلم شوي عن الماضي كانت فيه أنواع كثيرة لكن يعني بكميات بسيطة شو السبب أمان؟ السبب طالت عمرت لأن النخلة تبقى اهتمام وجهد كبير وهالينا في الماضي ما عندهم إمكانية نزيل وما عندهم إمكانية أنهم شو ويبدون جهد جهد على أساسه سقي النخل كام يعتمدون على الطواء والمنزفة واليازرة فهذا روحي شو يكون عب عليهم يعني يالله يزرعون شو 10-15 نخلة حق بي وتنبس السد حاجاتهم فهالسبب هو اللي كان قلت أنواع النخيل في الماضي أكيد لأنها تطلب جهد كبير فعلا تطلب جهد كبير وبشقة يعني نعم نعم مهمة ريا بنتكلم شوية عن استيراد التمور يعني يمكن كان عندنا في الماضي قبل أنواع معينة محددة صنف صنفين ثلاثة يعني مش أكثر أما حين ما شاء الله يعني لو نعد كم صنف عندنا حاليا في الستيديو طالت عمرك بفضل الله نعم بفضل قائد المسيرة المغفور للشيخ زايد طيب الله ثراه نعم هو المؤسس هو الشجع على الزراعة وحبه للزراعة وخاصة النخلة نعم وشجع المزارعين ودعمهم صحيح دعمهم بالدعم المادي نعم لزراعة النخيل صحيح فهذا الحمد لله رب العالمين يخلل الأصناف حين تزيد وكذلك وزارة الزراعة دعمتهم بالكهرباء توفرت الكهرباء صحيح وسائل الرأي الحديثة عندك الأدوية كذلك اللي يتعالج به النخيل نعم تجار النخيل توفير الأدوية للغضاء على الحشرات وآفة النخيل هاللي يسمونها الحينة السوسة سوسة النخيل عندنا الله هذا الياس حين طلعت سبحان الله والأسمدة والتوعية صحيح ما قصروا فيهم صحيح يعني أنواع كثيرة نشوفها ما شاء الله في الستوديو إذا بنشرحها شوية بشكل عام يعني هذه الأنواع قلمين عنها طالت عمرك هذا كلنغال اللي في الطاس البيضة هي أول بالسنين النغال عندنا والمسلي والبقل والأخصاب وهذا عاد عقب يا شو جش الحقب وهذا عاد عقب يا شو اليديد السلطاني والإهلالي والبرحي واليابري كيف اليد يدموي؟ هذا الترالي استوردوا عقب استوردوا استوردوا وزرعوا وماشاء الله قامت النخيل تأخذ عمرها من شو تأخذ عمرها بالاهتمام اهتمام الزائد من جهة المزارع وجهة الدعم الحكومي صحيح ما قصروا نعم فسبحان الله ماشاء الله شو أحنا صناه كثير شو أحلى أحلى الصنف عند أمي مريم شو أحلى أنا اللي أحبه بصراحة صراحة إنغال أحب إنغال وجش الحقب ذوق له أول تباشير النخل ترى هذه إنغال إنغال صحيح وجش الحقب زين أمي يعني أجدار النخيل بشكل عام يعني مثلا مثلا على سبيل المثال إنغال أو السلطاني مثلا في يعني عندهم أماكن معينة تنزرع فيها مثلا أو في مناطق الوسطى مثلا أو في سبحان الله لا سبحان الله الشيخ زايدة قلش خلت صحرة غضع التصحر خلها واحة خضرة مندناها لأقصها والحمد لله دولتنا وشسم وجونا يساعد يساعد على النخيل يعني 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 نبعيد السؤال بطريقة ثانية ويمكن المعلومة نريد أن أعرفها مثلا هل المناطق الوسطى مثلا هل الصحراء أشجار النخيل عندهم تثمر نواع معينة عن هل يبال أو هل الساحل ولا لا ما شاء الله قبل هي أحي ماشاء الله كل واحد كل ما شاء الله أحي نشوف عندك هذا يصبحون الجش موسى وعندك البرحي والإحلالي في كل مكان كل مكان في كل مكان لأن اليوم التقنيات اتطورتهم يعني نعم إذا بنتكلم شوي يعني بما أننا نحن في فقرة التراث فنبع الأجيال اللي يستفيدون من هذه الفقرة إذا بنتكلم عن الفرق بين الرطب أو التمر الرطب طالت عمرش ترى الرطب أول ما تبشر النخلة بشرت النخلة البسرة القارينة الرطبة واستفادة حلوة ترى التمر طالت عمرك التمر يد ويحفف المساطيح نزين وهذاك صار تمري عرض للشمس أشعة الشمس هذا هو التمر هذا هو التمر وكل سبحان الله شيرة مباركة هنا نعم لو ما شاء الله سبحان الله لو ما لها فوائد وعظيمة سبحان الله أول شيء إنها ذكرت في القرآن الكريم أكيد صحيح ذكرت في القرآن الكريم في سورة ماريو وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك الرطبة نجنية ومو بالرطبة هذا سبحان الله تكونها في التمر التمر نعم نعم نتكلم شيء عن أيام قبل مين كانوا يستوردون الرطبة يعني في منطقتنا العربية أو يعني أكيد ما كانت كل الأنواع فأكيد في بعض الأنواع كانت تستورد من بعض الدول عاد هذا اللي خلقوا أهاليتنا قبل نعم أهالية عاد مادرين يا أبو مسني ولا أنا أقول لك ماشا قبل رواح مزرعون أقول زراعة بسيطة نعم الإنغال الإخصاب اللول هذا اللول عاد عقب جش الحقب جش فيلقاء جش عويشة جشة العين هذا كل ما القبل خلفين علينا عادوا يدود ويدودنا نعم بس كانوا يشتوردونها من العراق من البصرة من البحرين ما عندهم ممكاني ما عندهم مسائل نقل لا لأيام اللي كان فيه مثلا تبادل بضاعة التجارة قبل كان يبونوا إياهم قبل يمشيرون مثلا رحلات التجارة ورحلات لهذا هذا والله أوقف عنك عن هذه بعد ما عندي خلفية عنها إحنا من نفتهمنا يعني ما شفنا مزارع أهاليتنا نعم هيها إلى أول الحمد لله لكن فضل يعني قيدتنا الرشيدة اليوم نشوف أنواع كثيرة واصناف كثيرة من أجدار النخيل إذا بنتكلم عنها شوية وعن اختلافاتها وكيف أن كل الشيارة مثلا كل النخلة مثلا تطلع وتثمر مثلا نوع معين من الرطاب مثل شي يعني نوع أصناف النخيل أصناف النخيل أصناف النخيل طبعا ما ما قلت لك عندش النغال عندش البوشيبال عندش البرحي عندش الهلالي ما شاء الله هي كلها أصناف نخيل وحي ما شاء الله بالاهتمام ما تطول من خلال سنة سنة ونصف مرت نعم قبل تتم تقريبا ثلاث سنوات بك تثمر ما شاء الله ما شاء الله بكثرة الجهد والمتابعة دائمة نزيل فالحمد لله تشاهدنا نخالها الكبيرون ما شاء الله دجا أربعة خمس إن شاء الله ما شاء الله هذه التقنيات اللي نشوفها اليوم وتثبت أن دولة الإمارات اليوم مهتمة بأشجار النخيل في الماضي كانت مهتمة لتدحاجات الأساسية اليوم بعد نهتم أشوفها في كل المناطق في كل الطرق في كل الأحياة السكنية في كل البيوت قيمة اقتصادية قوية لها سبحان الله دخلنا في الأرقام قنس ما تسمونها قنس الأرقام القياسية نعم زرعوا 31 نخل 31 مليون نخلة هذا قبل أشياء الله زيادة نعم قبل شوية مليم تكلمنا عن مهرجان الذيد اللي رح يكون في الشارج الرطاب وكثرة المهرجانات ما شاء الله ما شاء الله اللي يتكلم عن الرطاب وتختص في الرطاب في دولتنا ما رأيش به هذه المهرجانات بالعكس يتشجع المزارعين نعم يتشجعهم على أنهم يكثرون من زراعة النخيل ويشاركون في المهرجانات ما شاء الله مثل المهرجان ليه والرطاب الآن مقامل سنة ما شاء الله فالحين قربوه إذا كان الناس مستبعدين بسم الله ما شاء الله يطول عمر الشيخ سلطة ما قسر سووا في المنطقة الوسطى هذا شيء يثلج الصدر صحيح صحيح وبعد المهرجان يتزامن مع موسم الرطاب سبحان الله مع القيض هني فيه أنواع كثيرة بس بنتكلم عنها هذا الإخلاص وبعد شو هذا عندش الإخلاص هذا جش حي وهذا جش الحقب هذا كل في الملدة الإخلاص وهذا جش موسى هذا عدل يديد وهذا الأخنيزي وهذا جش حي والثاني بعد وبعد هادي شو أموي مجرد ما نشوف يعني ما شاء الله عليك يعني مجرد ما تشوفون الشكل بس من بعيد تعثين النوع خاصة الأولي الأولي بصراحة خلاص موجود في الذاكرة يعني بس ما شاء الله الحين اللي طلعت الدخيل اليديده هذه تبالي شوية صحي صحي عاد أحلى نوع ويا الشامي شو الاخنيزي والإخلاص عاد يباننا يباننا الشامي الحين وقهوة وننزل تحت أين ساكل أول نخلة ما شاء الله بقولكم من نخلة ما شاء الله يعني بقولكم من كثر ما يحتم فيها المزارة نعم يوم بي مثلا بقولكم شهرين تستريح تسيح عاد هذا وقت اليدات شهرين تسيح شهرين تستريح وشهرين فيها النباتي يصيح يا سلام وهذا عاد يوم بيربعونها لنخل خلاص بيربعونها خلاص عادة بيربعونها تربعي والحول عودي تسقيش الروايح والرعودي يا سلام تربعي والحول عودي تسقيش الروايح والرعودي والرعودي نجيل شهرين تربعي والحول عودي تسقيش الروايح والرعودي يحفش ربيه من ضعاين يعني ضعاين تربعي والحو والعودي يعني هذه كانت أهازيج قلون للشيارة تربعي والحو والعودي تسبيش الروايح والرعودي تربعي بالأمان أنزين عن ضعائف القيمان أنا الحرامية أترامل سدين ربعناش بالأمان أنضعاي في القيمان الله يحفظ سألحون يعادل لا بالعكس بسموحة الله يحفظ أمل بس بنتكلم شوي كذلك يعني حتى الاستغلال شجرة النخيل ما يعلى الرطب يعني بنطلع شوي عن سياق الموضوع لكن كذلك حتى نشوف هالسلال المصنوعة من النخلة يعني ما شاء الله النخلة تم استغلالها بشكل كامل النخلة طالت عمرك من راسة لساسة من بغيتها للبوت من بغيتها للفراش من بغيتها للوراية من بغيتها ما شاء الله من بغيتها للبنيان من كل شيء وخوصة من ليفة من كربها من يدعها حتى من عدجها يعني شوف نقول الحمد لله رب العالمين الله أكرمنا بهاي النخلة حمد لله رب العالمين وماذا بنتكلم عن الفوائد الغدائية للتمر أو للرطب الفوائد الغدائية للتمر التمر شوف قبل ما ندخل في الطب الحديد شوف شوابنا شوف يقولون من سليم شوف يقولون التمر مسمار الركبة يا سلام واثبته حين الطب نزيل شو قال قال يحتوي على الحديد شوف ترى المسمار من الحديد نزيل يحتوي على الحديد وغني في سعرات حرارية الرطب بعد كذلك يحتوي شو على السكر يحتوي على جسم محتاج للسكر صحيح ما هيش اسمه الله مصلي على محمد غني بال مجموعة من المواد الغذائية يعني ونحن بعد نذكر كذلك وصية سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم علينا بينا تصبح نعم الأعداد الأعداد السبع تمرات صحيح نعم تصبح سبع تمرات يعني وفوائدها العديدة على جسم فوائدها الله يسلمك صحة للقلب صحيح ونصدق وشسمه والأوعية الدموية صحيح وسبحان الله تسهيل الولادة ما شاء الله نعم تسهيل الولادة سبحان الله ليش سبحان الله يوم سبحان الله في طاسة حمرة فيها رطب أحمر شوها النوع أخصاب يعلم الأخصاب أخصاب يعلم الأخصاب والإحذالة هذا رطب الأحمر هذا المستوي هذا 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 البيضة هذا قلش جش موسى جش موسى موسى جش موسى جش موسى جش موسى ما شاء الله يكونوا مبرع ما شاء الله يستوردون هذا ما شاء الله يعني نفس الأشكال بس أنواع مختلفة أسامي ماذا أنت أسم شمال وأنت محمد وهذا سبحان الله كل أحد الأسم صحيح نخل بعد الأسم حلو يعني أنواع كثيرة نحن نستفيد طبعا من هذه الفقرة فقط تراث أنا هذه الفقرة ويد أحب لأن كل أسبوع أخذ معلومة واستفيد وأكيد نفيد طبعا كل من يتابعنا ويشاهدنا في هذه الفقرة تكلمنا عن الأنواع أموين تكلمنا عن الفوايد بعد قلتنا النخلة لها فوايد كثيرة غير عن الفوايد الغذائية ممكن نستضل نعم هذا من قير الصحي في الجسمك بعد تاوينة رهاء صحيح تاوينة من الشمس تاوينة نسوي العرشان منها ونسوي شسم الخيام كل ما شاء الله من النخلة أحمد أحمد وشكر نعم أموين أبغي قبل أن نختم الحلقة نصيحة للناس كيف تهتم في النخيل وكيف تحافظ على هذه الشجرة الثمينة طالت عماركم يعني الحمد لله لأن كل واعي وكل فاهم ما شاء الله بس أزيدهم ونقولهم هالله هالله فننخل اهتموا فيها لأنه هي قوتنا من البداية للنهاية صحيح أموين يعطيكي الصحة والعافية على خوادي معنا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للوالدة كل الشكر والتقدير مشاهدنا للوالدة مريم سعيد سالم مسؤولة قسم الأنشطة التراثية بجمعية شمل الفنون والتراث في راس الخيمة مشاهدين ناخذ فاصل سريع من بعدها نعاود في صباح الشارقة تريونه